مايكروسوفت يا جماعة حالين بأتكلم بقى من هادة سلو تكنولوجيا مايكروسوفت أعلنت عن أحدث أبحاثها في مجال الزكاء الإصطناعي تحويل النص لكلام صوت ماشي باستخدام نموذج اسمه فال إي صح كده أظن بيعمل محكاة لصوت الشخص عن طريق عينة صوتية مدتها ثلاث ثواني أنا كل ده لسعمال أقول معكم اللي أنا فاهمه شبا كده أقول لكم بقى الحاجة اللي في مخي اللي أنا مش فاهمها طيب المحكاة دي أو التقليد ده بينطبق على صوت الشخص وعلى النغمة العطفية للشخص اللي بيتكلم إلا أنه بحسب باحثين ده بينطوي على مخاطر إساءة الاستخدام السؤال بقى طب إيه الفرق ما بين ده وما بين الديب فيك ما هو الديب فيك ده أنا بطلعك صوت وصورة يعني أنا أقدر أعمل لك ديب فيك باراك أوباما مثلا بيقول مصر أعظم دولة في الدنيا وأنا جاي بكرة بصوته وبوشه وبعوطفه واختلاجات ملامحه وهكذا خلونا نقوم معنا الدكتور أحمد الجمال أستاذ علوم الحاسب ورئيس معمل الفنون والدكاء الاصطناعي بجامعة رينجرز الأمريكية أهلا بك يا دكتور أنا مستهى 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 جيسيف جامعة ريدجرز في نيجيرزي في أمريكا وعلى أسئلة أسئلة اللي أنت قلت ده مهمة جدا جدا هو الموضوع بتاع أننا نعمل أصوات لأي صوت تقليل لأي صوت نحكال أي صوت جميع جديد طبعا ده ألو مدة وانتا حد تقول ديف فيكس بالضغط هو ديف فيكس تعمل كده هو التطور هنا طبعا طورت إزاي أننا أخذ بصمة صوت من 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 ثواني أو جزء غير جدا من من الحديث قدر عن خلاله أعمل نصوص غير متناهية للشخص ده كلام محاكي لكلامه بالإضافة لكده طبعا التكنولوجيا ده فيه صورة كاملة نحنقدر مش بس نحاكي الصوت ممكن أحاكي الصورة والصوت والصورة وأعمل فيديو كامل يخلي زي ما أعطيك أوباما يقول أي حاجة مع الهاش أو أخلي أي حد يقول أي حاجة مع الهاش مش بس كده أنا ممكن دلوقتي كمان التكنولوجيا ممكن أكتب تكست أكتب نصف وأحاول الكلام ده أحاول الكلام ده لصورة أحاول الكلام ده لفيديو أحاول الكلام ده لحاجات كتير فيه ثورة كاملة في التكنولوجيا في كام شهر اللي فاتوا وثورات مهولة حصلت في العالم ممكن أتكلم عنها موضوع الشات جي بي تي أعمل ثورة هنا كاملة مخيف مخيفة يعني الزبط كده هو مش هيخش مصر بقى أفن يعني باختصار باختصار أنت السؤال بتاعك ده كان ممكن تسأله أو خلص أنا أو حاجة ممكن بالعربي ممكن هتسأله للشات جي بي تي تسأله الزبط وهو هيجاوبك وممكن تحط الإجابة دي على أي صوت على صوت أحمد دوين مثلا هو هيجاوبك أنا خايفة دكتور أحمد تكون مش حياتك اللي بتكلمنا ويبقى حاجة أيها اللي بترد علينا دلوقتي أو أنا شخصيا مش يوسف طب دكتور أحمد عندي سؤال سهي بخصوص بما أن احنا ذكرنا تشات جي بي تي هو ليه مش شغال في مصر لا هو حاليا هو الأكسس بتاعه لاتسا لم تحينه لكل المناس هو لسه تجريبي حاليا من أول ديسمبر بدأ ولسه تجريبي وليسه عشان تستعمله كل متاح في أماكن محددة في العالم لسه ما تتحوش بسطة عامة لسه طبعا قريب جدا هي متاح في العالم كله طبعا بس هي بلسه ورضو باللغة الإنجليزية وعيد بتطويرات بعد كده إنه هايزة لغات تانية يعني حاليا موجود من النسخة العربي بس مش بنفس كفاءة النسخة العربي خالص أعتقد النسخة العربي لا صحبت نسخة العربي نسخة العربي متخلفة علاما عن النسخة الإنجليزية بسنة أو سنعتين وفيه لغات تانية طبعا نفسها بس التكنولوجيا موجودة ومسألة شهور وممكن هتلاقي نسخة عربي موجودة ونسخة فرانساوي موجودة ونسخة فرانساوي موجودة وهتبقى متاحة تكنولوجيا دي لكل حد استثمار فيها دوات محول جدا مايكروسوفت حطت مليارات من الدولارات في استثمار الشركة اللي عملت الكلام ده اللي هي OpenAI ان هم بيملقوا حسة كبيرة فيها وده بالنسبة لهم هو المستقبل كله يعني ففيه لوقتي فمعنا طبعا ان جوجل الشركة من نفسها عملت نفس الكلام عملت النسخة الشاب الشاجي متيعا دها نفسها يومين ان هم بالنسبة لهم ده حياة وموت جوجل جوجل حسب بالتهديد انا اعتقد الخطة وضعها إيلون موسك لانه ايضا هو مشارك في OpenAI اه هو حس ان هو اللي عمله الخطة علشان يضرب جوجل يعني يعني عايز يعمل حاجة اه هو بالضبط هو OpenAI اتفضل بإيلون موسك واحد تاني اه بس هو حصل من مخلاف ان هي OpenAI صراحة عملت اول كمنظمة غير ربحية اول مش مش شركة بس في الوقت وعيت لما لقوا التكنولوجيا اللي عملوها هذه لها هواية كتيرة ممكن تبقى لها سوء يعني ففي اختلاف حصل واضح من موسك خرج من الموضوع خالص باية شركة وما تلصبت هي اللي احدثت الجزء اكبر من الاسمو فيها وهي حالية اكبر مالك فيها عظيم جدا اشكرك جدا دكتور احمد نورتنا وشرفتنا وقفتنا كمجرة العادة دكتور احمد الجمال الاستاذ علوم الحاسب ورئيس معمل الذكاء الاصطناعي بجامعة روت روتجرز